ما بين بيتك والساحة ثمت رسالة تنطق بها ثمت كلمة أخيرة تربطك بالوطن وهو حق قيل أنه في التظاهر لابد أن يستجيب الزمن لكن العراق الذي تتناحر فيه الفوضى مع الحرية تبعث بكل موجة تظاهر جديدة ها هو تشرين في ساحة التحرير تجدد فيه الثورة لكنها تغيب فتنتقل الموجات المطالبة بالحق المشروع إلى الجنوب تحديدا في البصرة الحكومة تعلن إلقاءها القبضة على مطلق العيرات النارية ثم تعلن الإفراج عن 25 متظاهرا من الذين تم اعتقالهم في البصرة أيضا لكن الحديث الأكثر صراحة هو ما قاله أحمد ملطلال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء عن البقاء في ساحات التظاهر لأن هناك بعض الأطراف تسعى لبقاءكم وستفرح ببقاءكم في الساحات لتتفرر هي للانشغال بالانتخابات والتفويت الفرصة لم يتمثل إذن في البقاء بالساحات بل سمعت التغيير صوت المواطن عن قرب عندما أكد على الذهاب إلى صندوق الاختراع قبل أن يصله المتنفذ كما في كل مرة اليوم وتزامنا مع موجات تشرين التي لا تنقطع في حناجر المطالبين بحلول خدمية ومالية يقف المواطن على عصابه إذ لابد من حلول عاجلة لإنهاء ما قد يطال جسد الانتخابات وهي الحل الأخير في جعبة الدولة كخروج من الفساد الممنهج الساحات ترفع راية العراق وهذه الرسالة وحدها كافية لكن القتل أو عراقة الدم مسلسل لطالما اتبعه المخربون بات في تفسير المتظاهر كنقطة ضعف لا يجيد غيرها الباحثون عن إطالة الأزمات مصطفى الكاظمي الرئيس الذي ينتظره المواطنون اليوم بحلول إنجدرية تقدم فرصا حقيقية وعملا واجبا ينتقل من غرف القرار إلى بيوت العراقيين يدخل أوكار الفساد لينبش عن مستور فاقم أزمة البلاد وأبقاها في دائرة التوتر والفوضى